السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا العزاء طلاب الصف السادس الأدبي طلابنا اليوم رح نتابع مناهجنا ونتابع دراستنا إن شاء الله أول درس رح يكون هو من دروس التكامل ولي هو عكس التفاضل رح نتعرف إيش معناه عكس التفاضل التفاضل هو الاشتقاق طبعا عكس الاشتقاق إيش هو بالضبط رح نتعرف عليه رح نشوف بعد عكس التفاضل إيش يقوع التكامل الغير محدود رح نتعرف على التكامل الغير محدود رح ناخذ بعض تطبيقات التكامل الغير محدود وبعده رح ناخذ التكامل المحدد المساحات تحت المنحني بيعندي منحني دالة ومحور سينات وبين منحني دالتين رح نتعرف على ذول في درسنا القادة عكس التفاضل التفاضل هو الاشتقاق لاحظوا ولو شاهدوا التماريلي تحت عم يقول هون اف واحد اكس اكس مربع مشتق الاكس مربع اثنين اكس قلنا عكسه لو قلنا اثنين اكس ايش هو اصلها كان تقولولو اكس مربع مشتق الاكس مربع زاد اثنين اكس مربع مشتقها اثنين اكس واثنين طيح تروح مع اثنين اكس ايش اصلها كان اكس مربع ممكن زاد اثنين ممكن بس إكس مربع ممكن إكس مربع ناقل سبعة أي إكس مربع مضافلها عدد زائد عدد هي اشتقاقها رح يكون المشتق طباحها رح يكون اثنين إكس مشتقها رح يكون اثنين إكس فنحن نقول عكس الاشتقاق هو التكامل اثنين إكس إشو هي أصلها إكس مربع زائد أي عدد ثابت زائد أي عدد ثابت هذا يكون مشتقها هذا يكون أصلها آسف فحيث سي عدد ثابت رسمته ممكن يكون إما خط هو قطع مكافأ طبعا للأعلى هذا هو يا فوق المحور يا على المحور هاي إكس مربع إذا زودنا له عدد لفوق إذا نقصنا منه عدد لتحد رسمته أما هذا نلاحظ أن مشتقة كل دالة من تلك الدوال تساوي اثنين اكس والتي تمثل المنحنة عند كل نقطة من نقاطه إن عملية إرجاع هذه المشتقة إلى الدال التي تم اشتقاقها تسمى عملية التكامل عكس الاشتقاق يقال للدالة اف اكس الدالة اف اكس يقال أنها عكس المشتقة اف اكس في فترة إذا كان مشتق اف كبيرة يساوي اف صغيرة على الفترة المعطاة حسب الفترة طبعا هو يعطينا الفترة طب إذا جي اكس سميت هي نفسة اف اكس زاءت سي سوات عدد للأف كبير هاي سوات لها عدد إذا اشتقيت ورح يطلع معي اف فتحة لأن زاءت سي تروح هي نفسة اف اكس إذا جي هي أيضا عكس المشتقة لأيف اي كانت اكس من الفترة المعطاة وبذلك يكون جي هي أيضا عكس مشتقة اف اكس وبذلك نستنتج أن هناك عدد غير منتهي من الدوال كل منها عكس مشتقة اف اكس بعد هذا الموجز نقصد بعكس الاشتقاق عملية ايجاد صيغة عامة للدالة التي يعطيت مشتقها ويرمز لهذا بالرمز هذا هو شايفينو التكامل رمز التكامل ونعبر عن عمية عكس الاشتقاق للدالة اف بهذه الصورة رح ارمز العملية رح عرفها هون بعض شوي رح اشوفها تكامل اف اكس مع التكامل ضروري عنصر التفاضلي دي اكس تكامل هاي الدالة يعطيني اف كبيرة اكس زائد سي حيث سي ثابت كيفي او سمي ثابت التكامل اذا اشتقيت اف تنطيني اف صغيرة مشتق اف كبيرة تعطيني اف صغيرة طبعا هذا الكلام رح ناخذ عليه امثلة وتمارين او قواعد لحلهم ها هي صيغة ها هي صيغة التكامل نسمي فاول قاعدة من قواعد التكامل ننتبه عليها اول قاعدة من قواعد التكامل اعطاني ايها تكامل اكس قوة ان اكس الى اوس ان فاشلون بكاملها قال بازود للأوس واحد واقسم على الأوس الجديد ازود الأوس واحد واقسم على الأوس الجديد يعني لو كانت اكس قوة اربعة فتكاملها رحصير اكس قوة خمسة على خمسة نزود الأوس واحد ونقسم على الأوس الجديد طبعا حيث ان الأوس ليس ناقص واحد اذا كان ناقص واحد له معاملة خاصة له معاملة خاصة اخرى لو تابعنا عمق قاعدة تكامل اكس قوة ان هو نزود الأوس ونقسم على الأوس الجديد نقسم على الأوس الجديد قواعد التكامل الغير محدد وليس جميع القواعد انما بعض قواعد التكامل غير المحدد اذا كان اكل من تكامل اف اكس تكامل جي اكس موجودا على فترة معينة والثابت سي هو ثابت كيفي اذا مضروب سي في اف ممكن يطلع السي لبر التكامل الثابت اذا مضروب باف يطلع لبر التكامل اما اذا كان الثابت لحاله ميزولي بها القاعدة نضيفه ليها اعدكم تكامل سي دي اكس او ما رح سميه سي رح سميه ا اي ثابت ا نفس السي ما في فرق بينتون ا دي اكس بنحط للا ا اكس زاد سي شوفوا السي هن هو ثابت التكامل بس بشي ما غير رموز فالا هو ا ا اكس اي رقم تكامل ا ا اكس مثلا تكامل اثنين دي اكس هي اثنين اكس زاد سي لاحظوا اضربها ب اكس تكامل دي اكس لحالها دي اكس لحالها يعني تعني وجود واحد تعني وجود واحد بمعنى واحد معناته واحد اكس زاد سي هي تكامل اكس زاد سي هذا اذا ثابت لحاله اما اذا مضروب بتابع اطلعوا لبرة تابع مضروب بدل اطلعوا لبرة الدالة برة التكامل واكامل على محلي تكامل مجموع دالتين الاولى لحال والثاني لحال تكامل دالة الهأس مضروبة بمشتقها ميزه الهأس ولكن مضروبة بمشتقها بزود اسها واقسم على الاس الجديد زاد سي طبعا حيث الاس غير الناقص واحد هاي بداية لبعض القواعد واذا لازمنا الشيء رح اكتبه قواعد اضافية دائما نخلو الورقة والقلم موجودين معكم مشان كتابة القواعد الاضافية لاحظوا اول مثال عني جد كل من التكاملات التالي نبلش تكامل تكامل اول تكامل ما رحل نفس حال الكتاب وطول العملية رحل كل واحدة لحال تكامل ثلاثة اكس مربع زاد خمسة دي اكس هاي ثلاثة اكس مربع هي ثلاثة اكس نزود الاس تصير اس ثلاث ونقسم على ثلاث لاحظوا الثابت ما له علاقة بالتكامل زاد هاي خمسة عدد ثابت لحاله اقول هو خمسة اكس اخر شيء بضيف سي اللي هو ثابت التكامل برجع بكملها بشطب الثلاث مع ثلاث لم نتتقسم ظلت عندي اكس مكعب زاد خمسة اكس زاد سي اللي هو ثابت التكامل اللي هو ثابت التكامل لو جينا على هذا التمرين اكس مربع زاد واحد ضرب اثنين اكس ناقص ثلاث اول شيء بفك القوس اكس مربع ضرب اثنين اكس تكامل اكس مربع ضرب اثنين اكس هي ثنين اكس مكعب زاد اكس مربع ضرب ناقص ثلاث بصير ناقص ثلاثة اكس واحد ضرب اثنين اكس صارت زاد اثنين اكس طبعا ثلاثة اكس مربع هاي ضرب اثنين اكس واحد ضرب ناقص ثلاث ناقص ثلاثة دي اكس قبل ما كمل اتباه في شيء نجمع ما في حدود متشابهة اكامل على الشكل التالي هاي اثنين ما العلاقة اكس قوى ثلاث تكاملها اكس قوى اربعة على اربعة ناقص ثلاثة الاكس قوى اثنين صير اكس قوى ثلاث على ثلاث زاد اثنين اكس اثنين اكس قوى اثنين على اثنين ناقص الثابت اضرب باكس ولا انسى ازود السي ارجع اذا عندي اختصارات اختصرة اثنين مع الاربعة اظن عندي اثنين تحت ثلاثة مع ثلاثة تروح اثنين مع اثنين تروح يعني ايش صفا عندي بالضبط تساوي اكس هو اربعة على اثنين ناقص اكس مكعب زاد اكس مربع ناقص ثلاثة اكس زاد سي هذا هو الثابت طبعا ما في داعي اعمل مثل ما هو عامل طلع اثنين لا بره اكس مكعب وكل وحدة لحال لا اكامل مباشرة هو حطى كملاحظة يمكن انه كامل مباشرة كما في الامثلة اللاحقة راح نروح على الامثلة اللاحقة ونشوف ايش في عنا امثلة مشان نحلها ايضا هذا المثال الاخير اللي موجود بهي الصفحة تكامل جذر الاكس الاكس جذر الاكس هو اكس قوة واحد على اثنين ليش واحد على اثنين مرتبة الجذر اثنين اسمها دخل الجذر واحد فالجذري يحول الى كسر يعني الجذر من المرتبة ام لل اكس قوة اين يكتب على الشكل اكس قوة كسر اين على ام يكتب بهذا الشكل هاي بتصير اكس قوة نص هاي ناقص ثلاث الاكس هاي تطلع تصعد للبسط تصير اكس قوة ناقص لانه صعدت للبسط اثنين على ثلاثة لاحظوا كتب اكس قوة نص اكس قوة ناقص اثنين على ثلاث ناقص واحد اريد المكاملة على الشكل التالي تساوي الاكس قوة نص الاس يزاد واحد وانقص مع الاس الجديد لكن بكل بساطة اجمع المقام للبسط بما انه كسر اجمع المقام للبسط اثنين زاد واحد ثلاثة على مين على اثنين ثلاثة على اثنين اضع مقلوبها اثنين على ثلاثة لانه بدي يقص مع الاس الجديد والقسمة الضرب بالمقلوب اللي بعدها اكس قوة اجمع ثلاثة للنقص اثنين ثلاثة للنقص اثنين تصبح واحد على ثلاثة المقاملة نفسه رح اضرب المقلوب زاد ثلاثة على واحد يعني ثلاث ناقص الواحد اشتكام له اكس واخر شي زاد سي تساوي هاي اثنين على ثلاث هذا الرجع الكسر الى جذر تربيعي لل اكس اوز ثلاث لاحظوا الجذر التربيعي لا يكتب اثنين زاد ثلاثة جذر تكعيبي لل اكس قوة واحد لا تكتب الواحد ناقص اكس زاد سي هذا التكامل لو شفنا مثال اخر مثال في الصفحة اللي بعدها لاحظوا هذا شوي المثال شوي طويل وبدو قواعد من الصفة التاسع او قوله ثلاث المتوسط يساوي تكامل من شفنا كسري توزيع البصر على المقام ما رح استفيد شي لانه مقام موحد وحيد يجب ان احلل المقام الى جداء عوامل بلك يستفيد منه الاكس قوة اربعة وثنين ناقص ثمانية اكس تطلع الاكس عام المشترك وظل معي اكس قوة ثلاثة ناقص ثمانية على اكس ناقص اثنين الكل دي اكس اكس مكعب ناقص ثمانية متطابقة تكعيبية بسيطة هي اكس قوسين اكس ناقص اثنين القوس الثاني يكون مربع الاول ناقص او يكون زائد لانه هي ناقص هون زائد نضرب الاول في الثاني لان اكس زائد مربع الثاني والكل على اكس ناقص اثنين دي اكس لاحظوا معي اكس ناقص اثنين تروح مع الاكس ناقص اثنين نظل هاي الاكس نضربها تساوي تكامل اكس ضرب اكس مربع اكس مكعب زائد اكس ضرب اثنين اكس اثنين اكس مربع زائد اكس ضرب اربعة تصير اربعة اكس الكل دي اكس تساوي اكس مكعب بتصير اكس قوة اربعة على اربعة زاد اثنين اكس مربع هي اثنين اكس هو ثلاث على ثلاثة. اربعة اكس رحصير اربع اكس مربع على اثنين اربعة على ثابت التكامل هذا هو تكامل الدالة المعطات نتابع مع تمرين الخامس فما بعد في درس اللاحق اتمنى طلابنا العزاء تكونوا فهمتوا الدرس عيدوا مرة واثنين وثلاث شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم